السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أهلا وسهلا إخواني وأحبابي وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه اللهم آمين اللهم آمين إخواني أخواتي أنا ترددت كتير جدا 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 إن أنا أظهر على أي فضائية من الفضائيات في الفترة اللي فاتت ولما شفت اللي بيحصل ولما شفت واقع المسلمين وصل لإيه ربنا وفقني وهداني وشرح صدري إن أنا أظهر معاكم على هذه الفضائية الكريمة وغيرها من الفضائيات وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن نيتي وقصدي وأن يشرح صدري وصدور إخواني وأخواتي اللهم آمين أنا ظهرت معاكم النهاردة لعدة أسباب السبب الأول يا إخواني إن أنا أتعبد لله عز وجل بحبكم فعلا أنا بحب كل المسلمين في الله وبحب كل شباب المسلمين في الله قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ما بتقولش ليه رضي الله عنه قول رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما أن يكره أن يقذف في النار أنا بحبك في الله لأن الحب في الله يرفع درجات العبد يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله إخواني أخواتي أنا أحبكم في الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه أنا بحبك في الله لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون بجلالي أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يرشدنا إلى هذا الأصل قال صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا حتى تحابوا لا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أول سبب من أسباب ظهوري في هذا البرنامج أن أنا بحبكم في الله تاني حاجة دفعتني إن أنا أبدأ أظهر مع إخواني وأبدأ إن أنا أتكلم معاهم وأفطفض معاهم في البرنامج ده حالة التوهان اللي منتشرة في مجتمعاتنا المسلمة وفي بلدنا خصوصا الواحد لما بيمشي في الشارع أو بيدخل الجمعة أو بيروح في أي مكان من الأماكن دلوقتي بيشوف حالة غريبة في مجتمعنا يا أخوانا حالة توهان توهان مجتمعي ولا حول ولا قوة إلا بالله بعد انتشر الرؤى والأفكار والعقائد بعد تضارب الآراء بعد حالة الاستقطاب العجيبة اللي انتشرت في مجتمعتنا حدث نوع من أنواع التوهان في المجتمع انتشرت الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله ولعل هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستأتي على الناس أيام خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم الرويبضة قيل من الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة تخيلوا يا إخواني أننا أدركنا هذه السنوات وبدأ شباب المسلمين وبنات المسلمين والناشئة بل بدأ المجتمع كله يصدق الكذبين ويكذب الصادقين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين فتن فتن عظيمة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما عند الإمام الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا بمجرد ما بتقبل عليه شهوة من الشهوات بيسيب دينه بيفرط في إسلامه بمجرد أن تبرز لشبه من الشبهات بيسيب دينه وبيسيب إسلامه صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله بل انظره كيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث في آخر الزمان كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ويلقى الشح ويكثر الهرج وفي رواية وتكثر الفتن فقيل يا رسول الله وما هي قال الهرج وفي لفظ القتل القتل نعم حال التوهان مجتمعية وقعت مجتمعات المسلمين وضيعت شباب وبنات المسلمين وصلتنا دلوقتي لللي احنا بنشوفه على كل الأصعدة على كل المستويات على المستوى الفكري والعقدي بص على شباب وبنات المسلمين هتلاقي حالة من حالات التوهان والضياع هتلاقي حالة من حالات فقدان الذات على المستوى الأخلاقي حدث ولا حرج عن الضياع الأخلاقي واتباعنا لأرض للأخلاق حدث ولا حرج عن حالة التوهان المجتمعي اللي الناس عيش فيه أنا ظهرت معاكم في البرنامج ده علشان أكلم أهم فئة في المجتمع من وجهة نظري ومن وجهة نظر كل العقلاء إنها فئة الشباب بكلمهم وأنا منهم بكلمهم بأحسسهم بكلمهم وبفكر معاهم بكلمهم وبطلع كل المكنون اللي هواهم بكلمهم وبقول يا رب وفقني وأعني ويسر لي أن أكون سببا في هداية هؤلاء أنا بكلم أهم فئة في المجتمع بكلم أهم فئة في المجتمع بكلم شباب وبنات البلد بكلم شباب وبنات الأمة بكلم الشباب والبنات اللي بكرة هيبقوا أباء وأمهات اللي هيربولنا أجيال جاية بكلم الناس دي لإني بحبهم جدا وواثق إن الشباب ده إن شاء الله هيكون سبب في التغيير إن الشباب ده إن شاء الله هيكون سبب في الإصلاح إزاي ده الشباب ضايع ده الشباب مفيش فيه منه أمل ده شباب مخدر ده شباب مغيب ده بنات ماشي يا شمال الله هو أنتوا نسيتوا يا أخواننا إن هم كانوا بيقولوا في الجاهلية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت ما قلتش ليه رضي الله عنه رضي الله عن عمر كانوا بيقولوا عن عمر لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر فلما أسلم عمر صار الرجل الثالث في الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه الله أكبر يخواننا الشباب هم من لأقاموا دولة الإسلام نبينا صلى الله عليه وسلم بعث فحالفه الشباب وخذله الشيوخ ولهذا أثنى الله تبارك وتعالى على هذه الفئة العمرية في كتابه فقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نعم هؤلاء الفتية لما آمنوا بالله عز وجل كان الجزاء من جنس العمل زدناهم هدى نعم إخواني نعم أخواتي نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن ربك لا يعجب للشاب ليس له صبوة ليس له ميف إلى الحرام ما عندوش دوافع داخلية للانحراف نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بعث شابا رجلا كلف ببلاغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وهو في أوج شبابه في قوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها عن شبابه فيما أبلاه الشباب في الإسلام له قيمة عظيمة علشان كده أنا جاي أعظم ما عظمه الله وعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمه الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم هذه الفئة العمرية اللي مهضوم حقها ولشديد الأسف هذه الفئة العمرية اللي حسب نوع من أنواع اليأس والاكتئاب وفقدان الأمل الفئة العمرية دي محتاج حد يكلمها محتاج حد يذكرها محتاج حد يفطفض معاها محتاج حد يكون فهمها ما يكلمهمش في الفضائيات وفي الهوى بس لا بينزل يعب معاهم على الأرض حاسس بمشاكلهم حاسس بكل اللي هم بيطلبوه واللي نفسهم فيه وبيحاول يوجههم وبيحاول يوجد حلول عملية لمشاكلهم علشان كده اخترت إن أكلم إخواني وأخواتي شباب وبنات المسلمين في مصر وفي العالم الإسلامي وفي العالم كله إن شاء الله اخترت إن أنا أكون معاكم النهاردة علشان أحيي من دثر في هذه الأوقات العاصفة التي كثر فيها اللغط حول الإسلام الإسلام الدين العظيم الذي ارتباه الله تبارك وتعالى لخاتم أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تخيلوا الدين الجميل ده الدين العظيم ده اللي احنا بنشرف بالانتساب إليه يا إخواني ويا أخواتي تخيلوا إن هذا الدين بيحارب الآن حرب دولية وحرب إقليمية وحرب محلية علشان كده اخترت أن أعلي من قيمة الإسلام في القلوب بفكركم وبفكر كل السادة المشاهدين والمشاهدات بكلام جميل قاله المؤرخ والمصلح الاجتماعي ابن خلدون قال في مقدمته نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة فعلمت أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين العرب جنس لا يستقيم إلا بدين إخواني أخواتي الدين فين في حياتنا موقع الدين فين في حياتنا شباب الإسلام بنات الإسلام بكلمكم بقلبي والله يشهد بكلمكم ونفسي تسمعوني نفسي يبقى في قناة حوار بيننا وبينكم لا يا عم مش عايز أسمعكم أنا جربت أسمعكم قبل كده لا يا أخي اسمعني لأن أنا بحبك اسمعني لأن أنا خايف عليك اسمعني علشان مش هينفع أن أنت تمشي لوحدك في الكون ده ونمشي الوحدي في الكون ده لا يمكن أن إحنا نبني الكون ولا نبني الدولة ولا نبني بلدنا وإحنا نفرين من بعض وإحنا ما نعرفش بعض محدش فينا تعرف على التاني لا أنا خايف خايف أسمعك تأثر علي أنا لا أريد أن أنت تسمعني أنا ولكن أريد أن أنت تسمع عن الله وتسمع عن رسول الله قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إخواني أخواتي اخترت إن أنا أحيي في هذا البرنامج إن شاء الله تبارك وتعالى أحيي معنى يعني إيه دين أغلى حاجة في حياتي الدين حتى لو أنا عاصي حتى لو أنا عاصي حتى لو أنا مفرط حتى لو أنا مفرط حتى لو أنا بكلم بنات حتى لو أنا بكلم بنات حتى لو أنت مرتبطة حتى لو أنت مرتبطة حتى ولو كنا عصاه حتى ولو كنا عصاه صحيح إن المعصية دي حاجة وحشة وحاجة الله لا يحبها ورسول الله لا يرضى عنها ولكن إحنا مسلمين محتاجين اللي فكرنا بدنا محتاجين وسط الحالة الضبابية اللي إحنا عايشين فيها وسط الاحتدام السياسي وسط الطواف والطوفان المجتمعي والأخلاقي محتاجين حد يلقى معانا حد يفهمنا حد يحس بمشاكلنا حد بيقول لي أنتو منتوش حسين بينا أنتو منتوش حسيس بمشاكلنا أنتو منتوش حسين باللي إحنا وصلنا له هقول لك لو سمعت اسمعني لو سمحت اسمعيني لو سمحتم اسمعوني وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير علشان كده وأسباب كتير اخترت يا إخواني ويا أخواتي أن يكون البرنامج بتاعي ده برنامج شباب وبنات الإسلام برنامج بيناقش المشكلات الحقيقية اللي بيقع فيها الشباب مرحلة إعدادي ومرحلة سنوي ومرحلة جمعة وشباب التلاتين والشباب اللي قاعد على الكافيهات مش لقى شغل والشباب والبنات اللي بيحبوا بعض بس مش عارفين يتجوزوه والشباب اللي طامح في الحياة ونفسه إنه يعمل حاجة لدينه ونفسه ونبلده هكلم في أعريضة في المجتمع في طوفان الحياة وفي عجلة الحياة نسي كتير من الدعاء إنه هم يكلموهم فكرة البرنامج قائمة على إن إحنا هنعمل استقصاء وإحصاء للمشكلات الحقيقية في مجتمعنا في الجمعة في الكرساط في السناتر في النوادي في المصايف هنعمل استقصاء حقيقي لمشاكل بنات وشباب الإسلام على الإنترنت على الواتس على الاسك على غيرها من أدوات الاتصال الحديثة علشان نوصل للمشكلة من جذرها ونحاول نعالج إن شاء الله تعالى هذه المشكلات من جذرها إخواني أخواتي نفسي نفسي ومنعيني زي ما أنا حاسس بيكم تحسوا بيه نفسي ومنعيني زي ما أنا بتعب علشان أعد هذه اللقاءات والله يعلم نفسي إن حضرتك تتعب نفسك معايا وإن أنت تسمع الكلام ده بقلبك قبل أذنيك نفسي إن الكلام بتاعي ده ما يبقاش مجرد كلام وحواديت وأفلام وأقصيص قاعد تسمعها واتطلها من ودنك الشمال لا يا أخي نفسي إن أنت تسمع وتعقل وتحاول تعمل بهذا الكلام نعم فكرة البرنامج فكرة شبابية نابعة منكم منتم منك انت ومنك انتي نابعة من المشكلات اللي الواحد شايفها نابعة من الحالة حالة الضياع اللي شباب وبنات الإسلام بقوا فيها فكرة البرنامج هي فكرة بقى لي سنين نفسي أوصلها لكل شاب وكل بنت هي رشدة علاج للمشكلات الحياتية الواقعية لشباب ومنات الإسلام إخواني أخواتي اخترت إن أكون معاكم بطريقة جديدة وبفكر جديد وبأسلوب جديد لن يخرج إن شاء الله عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أقوال سادتنا وإمتنا من الأئمة المرضيين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لن نخرج عن هؤلاء وسأجتهد أن أستفيد من خبرات الأسدزة والدكاترة والمتخصصين في كل مشكلة من المشكلات اللي هنعرضها هحاول إن أنا أعمل استقصاء علاجي بشكل واقعي للمشكلات الموجودة مشكلات الشهوات مشكلة العلاقات مشكلات المخدرات مشكلة الأفكار المنحرفة مشكلة البطالة مشكلة التشبه مشكلة التشتت مشكلة الاستجابة لضغط الواقع مشكلات كتير جدا 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 هنحاول نعرضها بشكل أكاديمي وبشكل دعوي شبابي يتناسب مع العصر الحديث ولا أنسى ولا أنسى يا إخواني ويا أخواتي أن أشكر الله تعالى ثم أشكركم أنتم فأنتم أصحاب الفكرة في هذا البرنامج أنتم أصحاب هذا البرنامج وأنا مجرد ضيف عليكم وكانوا يقولون لنا يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزلي فنهب أضيف عليكم أرجو الله تعالى أني أكون ضيف خفيف أرجو الله تعالى أن أوفق في عرض هذا البرنامج وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على مراضيه وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين